اشتركوا في القناة قوات مسلحة قوية وقادرة على تحقيق امجادها سلما وحرما فوقفت كسياج منيا يحمي الدولة المصرية ومن يحاول ان ينال من امنها وامان شعبها اجراء انتخابات رئاسية مبكرة على ان يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا ادارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديد وبعد ثورة الثلاثين من يونيو الفين وثلاثة عشر انطلقت نهضة في شتى المجالات العسكرية والمدنية واستطاعت مصر ان تخطو خطوات غير مسبوقة في سعيها للحفاظ على كفاءة القوات المسلحة كان لابد من الجيش يبقى فيه خطة للحصول على معداد تمكنه في ظل التطور الكبير اللي حصل في مجال الجزم التسريح المختلفة وانا اقدر اقول لكم يعني ان ذا تحقق موسيقى هكذا تنوعت قدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية بر وبحر وجود تشاملت العديد من المحطات الفارقة في منظومة انتلاك القوة لحماية ارادة السلام هنو مستعدين لتنفيذ اي مهمة داخل حدودنا او اذا تطلب الامر خرحة وارتقى مصر الى صدارة اقوى جيوش العالم موسيقى وتقبل ارادة المصرية الا ان تبقى ابيا قوية رغم التحديات لتشرق من جديد شمس تنوية عبر مسيرة من العطاء والبناء في كافة ارجاء مصر مصر مش هتتبني غير بدراحات البصر موسيقى وما بين الممكن والمستحيل طريق طويل كان لابد ان تقطعه مصر رغم المخاطر لتقهر التحديات وتضريب المثل في ادارة الازمات فتبني اكبر نهضة تنموية في تاريخنا المعاصر ونسا نفتل نشتغل ونشتغل ونشتغل حتى نغير وقعنا موسيقى ملك بتقوم مصر بتقوم مشروعات تنموية شاملة في كافة ارجاء الوطن احنا ما عندناش وقت احنا من سابق الزمن استهدفت تحقيق نهضة تنموية الحضرية ومكانة استراتيجية بامكانية تتوافق مع طموحات شعبها في مستقبل افضل مستندة على جيش قوي الجيش المصري الجيش المخلص قادر على انه هو يعمل بجد المستحيل ويستمر الحلم وتتغير خريطة مصر الامال والاحلام تتحقق في مستقبل واحد بين التحديات والانجازات مؤمنين بقدراتنا كشعب قادر على صنع المستحيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة